الـ cold calling أو المكالمات البردة مشكلة المشاكل وحتفضل مشكلة المشاكل وحتفضل أكبر مشكلة عليها جدل في مجال المبيعات في العالم كله موضوع الـ cold call موضوع مهم جدا وموضوع حيوي وما فيش حد في المبيعات يقدر يشتغل من غيرها اللي ما جربش الـ cold call يبقى ما جربش الشغل يبقى ما احترفش الشغل يبقى ما جربش المكسب الحقيقي مش بس مكسب فلوس لا ده مكسب معرفة ومكسب تدريب ومكسب ممارسة ومكسب كتير جدا انا عملت قبل كده فيديوهات عن ازاي نعمل الكولد كول لكن النهاردة هنتكلم عن اهمية الكولد كول وهل الكولد كولد بقى الطريقة قديمة عاف عليها الزمن زي ما ناس كتير بتقول ولا لازالت الطريقة رقم واحد في تحقيق المبيعات النهاردة هنتكلم بالتفصيل ونشوف الكولد كولد فعلا مفيدة ولا غير مفيدة انا اشرف علام واهلا بيكم في المخبر العقاري اشرف علام اهلا بيكم تقريبا مفيش حد في المبيعات مجربش في حياته ولو مرة انه يعمل موضوع الكولد كول بس للأسف موضوع الكولد كولد موضوع كبير ومفهومه غامض لناس كتير جدا حتى لمديرين شركات الموضوع لازال غامض ولازال غير مفهوم وناس كتير بتشكك فيه بسبب ان هو بيضيع وقت يعني ناخدهم الوحيد ليه انه مضيع للوقت بياخد وقت كتير وفيه شركات تاني بتعتمد عليه اعتماد تام طبعا قبل ما نتكلم مش مفروض ان ده يبقى الطريقة الوحيدة اللي انا جيب بيها شغل ان انا بس اعمل كولد كول ولو ان فيه ناس بتعمل كده فعلا وحنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده لكن مش مفروض يكون هو ده بس لكن انا بتكلم عن الشركات مش مفروض ان تكون هي دي الطريقة الوحيدة اللي يخلي الوسيط العقاري بتاعه ان هو يستخدمها وإلا كده يبقى كول سنتر بقى يبقى احنا كده نجيب شوية ناس زي اي كول سنتر ونفاهمهم بس المشاريع ويلا بيعوا ويلا عملوا مكالمات وتبقى دي الطريقة الوحيدة علشان هي الطريقة الرخيصة لكن ده طبعا ما ينفعش انت كده طبعا كمدير شركة انت كده بتخسر الشركة وبتضيع وقت طويل جدا لان الموضوع طبعا بياخد وقت طويل في انه يتحقق موضوع كولد كولده طبعا بياخد وقت طويل ممكن تختصره بانك تصرف شوية على الماركتنج وتجيب ليدز ويبقى ده مع ده طيب الكولد كول اولا لغاية النهاردة هي اثبتت فعليتها وما فيش حد بيستغنى عنها في اي مكان في العالم لانك انت بتتكلم مع العميل مباشرة انت الخط الامامي بتاع الشركة وانت اللي بتعمل تسويق لشركتك من خلال التليفونات دي وطبعا الكلام اللي يزال لغاية النهاردة هو الوسيلة رقم واحد للتواصل مهما كانت الاعلانات بتجيب ومهما كان اي حاجة تانية تسويقية بتجيب فالكلام المباشر مع العميل هو افضل طريقة طيب دي حاجة الحاجة التانية انت لازم تفهم ان الكولد كولين ده ما بيحققش نتائج سريعة زي ما انت متخيل هو نسبته عالميا من 2 ل 3% يعني لو عملت 100 مكالمة ممكن تلاقي 2 او 3 مهتمين يعني انت بتدور على 3% دول عشان يبقوا ليدز مش علشان يبقى عميل جاهز للشرق ده يليد زي يليد اللي بيجي لك من الشركة ممكن يكون ناوي يشتري وممكن ما يكونش ناوي لكن انت النسبة بتاعتك بتبقى في الحدود دي الشخصين او 3 مهتمين يظهروا اهتمامهم اذا انا لو عملت خلال الشهر 1000 مكالمة اقدر اتوقع من 20-30 عميل يظهروا الاهتمام ده اقدر اطلع تقريبا 10% من الناس دي يتحولوا العملاء فعلا يشتروا يبقى انا بعمل 1000 مكالمة علشان اعمل 3 ديل او 2 هي دي النسبة اللي لازم تبقى فاهمها مش هتعمل 1000 مكالمة هيجي لك 1000 عميل ولا هيجي لك 500 واحد يشتروا طبعا ده مستحيل ده ما بيحصلش فانت لازم تفهم ده من اولا فدي واحدة الحاجة التانية انك انت لازم تستمر الموضوع ده عمره ما بييجي بتجربة اسبوع واثنين مستحيل الموضوع الكولد كولينج ده بييجي بعد فترة طويلة من الممارسة لانك في الاول ما بتبقاش متمكن في الاول بيبقى عندك اخطاء وبتبقى متردد وده بيبان في صوتك بيبعت رسالة عطول اللي انت بتكلمه انك انت مش محترف وانك انت مش فاهم انت بتقول ايه فبيضيع منك شغل كتير جدا في الاول لكنش لازم تيقص انت بتتعلم اساس الكولد كولينج انك تتعلم وتتدرب وتتمكن من انك تعرف تتكلم ازاي وتبيع ازاي هو ده الموضوع مش موضوع انك عايز تبيع وخلاص لا انت بتدرب نفسك بطريقة محترفة جدا بانك تتعامل وجها لوجها مع العميل مش بايميل ولا بمسج ولا بماركتنج على فيسبوك ولا على اي وسيلة من وسائل التواصل وفي نفس الوقت انت بتكلم عميل مش مهتم او انت متعرفش اذا كان مهتم او مش مهتم لانك ممكن تلاقيه مهتم طبعا وده حنتكلم عليه فعيز ان الموضوع لازم له استمرارية واستمرارية دي يعني على الاقل 3 شهور يعني لو انت ناوي تشتغل على الكولد كولينج يبقى على الاقل تعمل حسابك انك تفضل تجربها لمدة 3 شهور لغاية لما تبتدي تشوف نتائج لان زي ما قلت هتاخد وقته عبل ما تتعلم وتتمكن منها وتبتدي تشوف منها نتائج لكن اسبوع واثنين وثلاثة وشهر مشتحيل فدي حاجة مهمة لازم تعرفها وانت داخل تمارس موضوع الكولد كولينج الحاجة التانية ان الكولد كولينج دي بتساعدك جدا في انك تقيم نفسك تقدر تعمل تقييم حقيقي لنفسك ليه؟ لان الليدز اللي بتجيلك من الشركة دي الليدز بتاعت ناس قريدي اظهرت اهتمامه اظهرت ان اعايزة تشتري هو عنده النية او لسه ناوي يشتري قدام شوية بس هو عنده النية فانت الموضوع بيبقى سهل بالنسبة لك فانت لو بيعت للشخص ده انت كده مش بيع شاطر او بيع محترف لان هو جاهلك قريدي بالنية انت اه ما تعرفش العميل لكن هو اظهر اهتمامه وحط رقم تليفونه علشان حد يكلمه فهو جاهز انه يسمع فانت بس بتكمل بانك تشرح المشروع كويس ويبقى عندك الحتة دي انك تبقى شاطر في الكلام وتعرف تديله اللي هو عايزه ومش تقنعه باللي عندك طبعا لا ده موضوع تاني تدي للعميل اللي هو عايزه تشوف طلباته وتنفزها فده سهل ده ما يبينش انك بيع شاطر وكمان مديرك مش مفروض يقيمك بكده لانك ممكن بالذات في اول دخولك المجال ممكن اول تلات شهور ليه تستجيلك وتعمل منها ستة او سبع ديلات دي لين تلاتة في الشهر في اول شهور شغلك فما ينفعش تقيم نفسك وتقول انا شاطر وانا بقيت بيع ولا المدير بتاعك مفروض يقيمك بالطريقة دي لان ده ممكن جدا يكون حظ المبتدئين لانك ما تعرفش الراجل التاني اللي انت كلمته وما اشتراش ما اشتراش ليه انت ما بتقدرش تعرف مستحيل تعرف انت بتعرف بس اللي انت بيعتله لكن ما بتعرفش اللي انت ما بيعتلوش هو ما اشتراش ليه دي ما بيقولها لكش فانت بتتخيل ان هو مش عايز لأ ممكن جدا يكون ما اشتراش بسببك لانك انت ما عرفتش تبيع ما عرفتش تقنعه بيك ما عرفتش تقنعه بانك انت اللي هتحل مشكلته معرفته اشتقنعه انك انت الشخص اللي بيدور على مصلحته مش على مصلحتك ممكن جدا يكون حس انك انت بتدور على مصلحتك وعايز تبيع اللي انت عايز تبيعه مش اللي هو عايز يشتريه فماشتراش منك فانت ما بتقدرش تقيم نفسك في الآخر ما بتقدرش تقول انا بيع شاطر لانك ممكن تكون عملت مصايب وانت ما تعرفش ومديرك برضو ما يعرفش لكن الـ cold call بتعرفك انت بتتعلم وبتعرف ازاي بتعرف؟ بتعرف لما تكلم العميل والعميل يقولك انا كلمني قبل كده عشرة او عشرين ومكنتش باسمع منهم بس بصراحة انا اول مرة اسمع من حد لانك انت شاطر انت بتعرف تتكلم وفعلا مقنع واخنعتني وانا حاسس انك امين وانك خايف علي مش مجرد واحد عايز يبيع دي طبعا كلمة تخليك في السماء ويتبين لك ان انت فعلا شاطر رأي العميل ده لما يقوله لك معناه ان هو فعلا شايفك شاطر جدا مفيش حد يجبره على انه يقولك الكلام ده طالما قاله لك يبقى هو فعلا شايف كده فتقدر تقيم نفسك من كلام العميل لكن العميل اللي جايل لك مش هيقولك الكلمتين دول لانه هو اصلا اللي طالب حد يتصل به لكن اللي انت بتكلمه ده وهو ما بيسمعش من حد لكنه سمع منك اه ساعتها تقدر تقيم نفسك وتعرف انك انت بيع فدي حاجة مهمة جدا كمان الكولد كول بتساعدك عليه طيب دي حاجة حاجة تانية مهمة انك انت بتتعلم من اخطائك لما كل يوم بتعمل مئة مكالمة وتقعد تتلاجلك وتقول كلام غلط تلاقي نفسك بتصحح لنفسك كل شوية بتصحح لنفسك تلاقي نفسك بعد شهرين ثلاثة تمكنت تماما من الموضوع الكولد كولينج ومن موضوع الكلام عموما لانه هو ده بيبقى مشكلتك في الاول انت مش عارف تبتدي ازاي مع العميل سواء في التليفون او حتى لو واجه انه واجه مع العميل ما بتبقاش عارف ازاي تتكلم وتقول ايه وتفتح مواضيع ازاي مع الوقت الكولد كولد بتعلمك الكلام ده كله فهي المعلم الاول ولازم تمارسها لازم تشتغل عليها مهمة جدا طيب حاجة تانية الكولد كولد اهميتها برضو مش علشان بس ابيع لأ طبعا الاهم من كده ان انا اخد ترشيحات لما بكلم عميل يقول لي انا مش مهتم او حتى مهتم لازم اخد منه ترشيح او اتنين دي حاجة مهمة جدا لو انت كلمت مية النهاردة يبقى المية دول هتطلع من وراهم بمية تانيين والمية التانين اللي هتكلمهم تطلع من وراهم برضو بمية تانيين يبقى اذا انت خلال شهر لو بتعمل الف مكالمة ممكن تعمل من خلال الف مكالمة دول خمس تلاف عميل تجيب خمس تلاف اسم من الالف اللي كلمته ده ايزي جدا من كل واحد يديك ترشيح تاخد الترشيح وتكلمه وتاخد من الترشيح ترشيح تاني وهكذا تفضل السلسلة تكبر وما تنتهيش وما تبقاش حتى محتاج ولا الشركة محتاجة انك تشتري data دي حاجة الحاجة التانية انك لما بتكلم من الترشيح ده ما بتبقاش cold call ولما ما بتبقاش cold call لو هي warm call ده ما احنا بنقول بتبقى النسبة اللي هي 2.3% في ال cold call بتتحول ل40% لكن انت تخيل للناس اللي ترشحوا لك دول لو انت كلمت منهم 100 ممكن 40 منهم يظهروا اهتمام مش 2.3% اذا انت بترفع نسبة المهتمين او بترفع نسبة ال leads او ال prospect دول بيترفعوا من 2.3% الى 40% لان انت النهاردة بتتكلم واحد تقول له انا خدت رقمك من فلان وبتكلم حضرتك علشان وعلشان وعلشان طبعا في ناس هتهتموا وناس لا لكن النسبة بترتفع جدا وفي الاخر انت بتحط الحاجات دي كلها في الفنل بتاع البيع في قومع البيع وده موضوع تاني انا كنت تتكلمت برضو فيه انك يفضل عندك ناس جاهزين للمستقبل تفضل تتابع معاهم ان شاء الله بعد سنة سنتين مش مشكلة فانت بترفع النسب دي ال cold cold مش بس انك بتبيع او مش بس انك تعمل مكالمة وتقفل فشك السكة فتقول غاز مش هتكلم تاني لا خالص هي لازم تفضل تكلم 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 هي لازم تفضل مستمرة وتتكلم تتكلم مهما كان الحاجة التانية المهمة ان في ناس كتير تقول اصل كرمتي اصل شكلي اصل مظهري اصل اسم الشركة اصل واصل واصل كل دي حجج دي حاجات ما تنفعش تتقبل اساسا انا كمدير مقبلهاش من اي حد مفيش حاجة اسمها شكلي انت بتمثل الشركة متمثلش نفسك اولا فمفيش حاجة اسمها كرمتك حتى لو العميل شتمك قال اي كلمة خارجة هو ما يقصدكش هو يقصد الشركة فانت ملكش دعوة بالقصة دي شيري الشركة من حساباتك وده ما يسقش للشركة باي شكل من الاشكال العميل مش هقول لا شركة دي بتخلي ناس يتكلموا انا مش هشتري منها خلص موضوع اكبر من كده بكتير فمتقلقش نفسك بالموضوع ده مفيش حاجة اسمها كرامة في الشغل انت بتعمل شغلك انت بيع انت بتحاول ترفع مبيعات الشركة لكن في نفس الوقت انت بتبيعش منتج انت بتبيع خدمة بتشوف العميل محتاج ايه وتجيب له اللي يتطابق مع احتياجاته وده طبعا موضوع تاني وتكلمنا فيه كتير حاجة اخيرة احب اضيفها ان انا في تعاملاتي خلال السنين 14-15 سنة في المجال وفي دبي بالذات قابلت ناس كتير جدا طبعا بتستخدم الكولد كولين ودربت ناس كتير على انها تستخدم الكولد كولين وطبعا كنت كمدير مبيعات بتابع الناس اللي بتعمل الكولد كول كتير دي وكان فيه ناس منهم والغاية النهاردة انا بشوف في الشركات بروح اعمل فيها تدريب وبشوف الورق بتاعهم وبشوف الدخل بتاعهم وبشوف الناس اللي بتحقق اعلى مبيعات الناس اللي بتحقق أعلى مبيعات عندهم دول معظمهم بيعملها بس من الكولد كولين في ناس ما بتعملش حاجة في حياتها غير بس الكولد كولين تصدق أو ما تصدقش بيجي الشغل الساعة 9 بيمشي الساعة 5 التمن ساعات دول ويبياخد ساعة بريك ما بيعملش في السبعة ساعات دول غير إن هو يتكلم في التليفون بس حافظ المشاريع كويس ما بيعملش أي حاجة تاني ولا بيعتمد على ليدز ولا إعلانات ولا بيعمل أي حاجة من الحاجات دي هو بس عايش حياته على الكولد كولين وناس منهم وأنا بقول أرقام شفتها بتعمل مليون درهم وساعات أكتر في الشهر عمولات بيدخل للشركة مليون درهم عمولات يعني بياخد منهم نصهم تقريبا نص مليون أو 600 ألف بس من الكولد كولين بيعمل كل يوم 200 مكالمة 250 مكالمة وتقفل السكة في وشه 100 مرة وفيش أي مشكلة إنه بيوصل لدرجة إنه احترف الموضوع ده ويبقاش فارق معاه خالص وبيبقى متمكن جدا منها مفيش أي مشاكل عنده وهو بيعملها وجاب سماعة بنويس كانسليشن علشان الموضوع يبقى احترافي ويقعد يركز مع العميل وما بيعملش غير مكالماتي خلص مكالمة يدخل في مكالمة وما بيعملش حساب لحد جنبه لأن انت مشكلتك إنك دايما محرج من زميلك محرج من إن التليفون يتقفل فوشك وزميلك جنبك يسمعه فتبقى شكلك وحش دي حاجات كلها غلط مش مفروض تفكر فيها وفي الأول لو انت بتفكر فيها اطلع اتكلم بره قعد فقط الاجتماعات وتكلم لكن مفيش حاجة اسمها احراج هو ده اللي بيجيب الفلوس أكتر ناس بتعمل الفلوس في العالم هي ناس اللي بتشتغل بطريقة الكولد كولين وده عن خبرة أنا ما بقولش كلام دي خبرة أنا شفتها وعيشتها وسألت الناس وقعدت معاهم وبيكلموا ازاي وبيعملوا ايه طبعا الموضوع كبير وموضوع الكولد كولينج ده أنا ممكن نعمل عنه كورس الوحده ممكن نتعمل له كورس 15 ساعة مثلا بس عن الكولد كولينج لكن طبعا أنا حاولت اختصر وفاهمكم بس ان الكولد كولينج طريقة لسه عيشة مماتتش وحتفضل عيشة وحتفضل موجودة طول ما التليفونات موجودة مش هتنتهي إلا لما ينتهي عصر التليفونات لكن طول ما التليفونات موجودة الطريقة دي عمرها ما حتموت وحتفظل أحسن طريقة وأفضل طريقة والطريقة نمر واحد في العالم للبيع وللتمكن من البيع أتمنى طبعاً أكون أفدتكم النهاردة وكالعادة أفكركم بالكورس بتاعي يوم 27, 28, 29 مايو الشهر اللي إحنا فيه هيكون في القاهرة في فندق في منطقة التجامع الخامس الإيميل موجود تحت الفيديو تقدر ترسلنا علشان نبعط لك التفاصيل وكمان أفكركم ما تنسوش اشتراك في القناة تفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو والاشتراك في قنوات التواصل الاجتماعي كلها بتاعتي موجودة تحت الفيديو وكمان تعمل شير لزميلك في المهنة علشان الكل يستفيد وأشوفكم الفيديو الجاي شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر